اهلا بكم في قناة فيفو ارت النهاردة هنعمل سوا وسيلة اضاحة جديدة لدرس جديد للصف التالت الابتدائي لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعملوا شير لو الفيديو عجبكم وياريت ما تنسوش تضغطوا على زر لايك لانا ده بيدعم القناة النهاردة هنعمل سوا تاج الصديق الحقيقي درس الصداقة بين داود ويونسان الصف التالت اللي بتدائي نبدأ سوا كده الادوات هنحتاج الوان فلمستر ومسترة وجلو ومقص وقلم رصاص وطبعا ورق بريستول او ورق كنسون او ورق ملون عادي بنقطعوا شراية طويلة على قد راس الطفلة او راس المخدوم اللي احنا هنعمل له الدرس بس يبقى عريض شوية يعني حوالي كده عشرة سنتي وممكن اكتر على حسب المتاح عندكم وبعد كده هبدأ اجيب الورقة واتنيها زي كاني بعمل مروحة عكس عكاس بس طبعا انا بحدد مقاس واحد بالمسترة كده وبفضل اتني على اساسها عكس عكاس رايح جاي زي كاني بعمل مروحة بالزبط زي ما انتو شايفين بعد كده هجيب المسترة وهسيب مسافة حوالي 5 سنتي كده وبعدين هقوم محددة الخط بالمسترة وبعد كده هجيب الجزء الكبير من فوق وهبدأ ارسم عليه شكل بانوتا بعمل نص دايرة وبعمل لها دل الحسن بتاعها وخطين مستقيمين قد بعد ضد الدراع وبعد كده بعمل فستان ورجل زي ما انتو شايفين طيب لو المخدوم ولد او الطالب ولد بشيل حتة دل الحسن دي خالص او الزعرورة دي وبعمل من تحت بانطلون بدل فستان هبدأ اقص زي ما انتو شايفين من غير مفتح الورقة تمام انا بقص زي ما هي كده على الرسمة اللي انا عاملاها على الاطراف بتاعتها كده من بر زي ما انتو شايفين كده وبعدين الحتة من جوه دي برضو هقصها وفراغ تمام نفتح بقى كده الورقة بتاعتنا زي ما انتو شايفين بقيت ايه اصدقاء كده جنب بعض تمام طبعا درس الصداقة بين داودي و يونسان المقصود منه ان انت تعلم الطالب او المخدوم ازاي يختار الصديق الحقيقي تمام فاحنا الفكرة بتاعت الوسيلة الاوضاحة اللي انا عملتها دي ان انا اعمل تاج الصديق الحقيقي وكل طالب يدين لصديقه فعلا اللي في المدرسة او في الخدمة اه وطبعا تاج الصداقة دا لو مواصفات معينة هتبقى مكتوبة على التاج دا تمام الاول هكمل معاكم بقية الخطوات اللي انا عملتها انا بمسك المسطرة وبحدد خط كده من تحت علشان خاطر يبقى فارق بين التاج وبين الاصدقاء اللي هم وقفين مسكين في ايد بعض زي ما انتوا شايفين كده وابدأ ايه الونها طبعا الخطوة دي زي ما انتوا شفت في اول الفيديو انا خليت الطلبة هم اللي عملوها تمام فنفس الحكاية برضو انتوا بتقساصوها وبتجهزوها وبتبدوها بالطلبة يشتغلوا هم الاكتيفتي بتاعهم كل واحد يرسم نفسه ويرسم صاحبه معاه او ترسم نفسها وترسم صاحبتها معاه زي ما انتوا شايفين كده تمام انتوا بتجهزو الخطوة الاولانية لان طبعا ما ينفعش يمسكوا مقصة او حاجة زي كده يعوروا نفسه وطبعا هم يبقوا مبسوطين انهم بقى بيرسموا نفسهم وبيفننوا بقى في اللبس والكلام ده كله وطبعا لو في خيمات اكتر متاحة قدامكم مثلا قصة ولزق او كده ممكن او فوم جليتور او كده يبقى ياريت يعني هتبقى حاجات قويسة انتوا ابداعوا بقى في الفكرة بس انا باوريكم الاساس لو ما فيش امكانيات خالص زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا بنعمل حاجات بسيطة وسائل اضاحة بسيطة وبخامات بسيطة وفي نفس الوقت تبسط الطالب تبسط المخدوم انا طبعا هنا باوريكم قدامكم عشان اووريكم بس الفكرة بس انا جاهزتها وسبت الطلبة يعملوها زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو وكانوا مبسوطين خالص وقعدوا يفننوا بقى اي كل بنوتة عادت ترسم نفسها وترسم صاحبتها معاها وتلبسها اللبسة على مزاجها فكان اكتفتي مسل جدا وعجب الولاد تمام انا بكمل كده بقية الصور او بقية الاصدقاء وزي ما قلتلكم لو انتم بتدو مخدومين سوبيون او طلبة سوبيون بدل شكل الدل حسن ده انا هشيله خالص وهعمل راس بس دايرة نص دايرة كده وبدل الفستان هعمل شكل بانطلون وهقصه بنفس الطريقة ما فيش اي اختلاف بعدين هجيب حتة ورقة تانية لون تاني وهرسم عليها تاج بسيط خالص تحت مسلسات جنب بعض وبقفله وبعمل عليه الدواير كده من فوق وطبعا عشان انا بعمل كميات فانا تانيت الورقة كزا تانية كده وبقص مرة واحدة علشان يطلع كزا تاك صغير مع بعض بعدين هجيب اللون تاني كمان وهبدأ اصاص شكل القلوب وهكتب على القلوب دي بقى مصافات الصديق الحقيقي المصافات مع بعض نذهب للكنيسة معا يحبني يشجعني لطيف معي رأي الكتاب المقدس سويا نصلي سويا يتم بمشاكلي كاتم اسراري يقف معي وقت الضيق طبعا كل المصافات دي مكتوبة في كتاب المدرسة وممكن تكتبوا مصافات تانية كمان من عندكم او تخلوا الطلبة تتناقشوا معاهم وهم كمان يكتبوا ايه مصافات الصديق الحقيقي من وجهة نظره ممكن كمان تعملوا المصافات ديت اه على شكل دواير مثلا او تكتبوها على وتطبعوها مرة واحدة علشان يبقى الخط واضح اه لو ده متحق قدامكم واباكمل بقية الصغيرة وباكتب عليه تاج الصديق الحقيقي زي ما انا وردكو وباقص طبعا اه انا بتني الورقة وباعمل كزا عدد اه بعدد الطلبة وبعدد المخدمين يعني تمام عشان تبقى مسهلة عليكم لو انتو بتدوا طلبة كتير اتنوا الورقة اربعة اربعة اربع او اه على قدمة تقدروا تقصوا وابدوا اسقصوها مرة واحدة عشان تنجزوا وتقدروا تعملوا كميات بسرعة تمام باكتب تقسموها بقى وتقصصوها من النص وتكتبو عليها وتزوغوها بالشكل انتو عايزينه وطبعا يفضل لو انتو كميات يبقى فيه قصو لازل يبقى فيه الوين يبقى فيه حاجة جذبة للعين عشان انت بتفرق قوي مع الاطفال وبعدين باجيب التاج الصغير ده وبلزقوه في قلب التاج الكبير وابدأ اه اه الزق كمان موصفات الصديق الحقيقي طبعا الطالبة اه زي ما قلت لكم عملوا الخطوة دي كل انا عملت طبعا القلوب اه بعدد الموصفات اللي انا اه شفتها وعملتها للطلبة كل طالب قلوب تانية صغيرة ممكن طبعا لو هما بيقدروا يكتبوا تخلهم يكتبوا هما بنفسهم الموصفات ويبدأوا يلزقوها كده على التاج بتاع الصديق الحقيقي ويهدوها لصاحبهم وصاحبهم في نفس الوقت او الطالب زميلهم او المخدوم بيعمل لهم كمان هما تاج ويهدها لهم يبقى كده علمناهم ان هما اول حاجة يعملوا حاجة للصديق بتاعهم تاني حاجة ان هما يعرفوا ايه هما ايه هو موصفات الصديق الحقيقي وازاي يختاروا صديقهم صح زي ما انتم شايفين دي الموصفات اللي انا كتبتها يساعتني في الاوقات الصعبة قاتل اصراري لطيف ويهتم بيه يحبني اه نقرأ كتاب المقدس سويا نذهب للكنيسة سويا نصل سويا دي كل الموصفات يقف معي وقت ضيق يسمعني ويشجعني اه يهتم بيه في مشاكلي يسمعني كل دي الموصفات اللي انا كتبتها بالنسبة للصديق الحقيقي وطبعا لو في عندكو افكار تانية يبقى افضل وممكن زي ما قلتلكو تطلعوا الموصفات دي بعد المناقشة مع الطلبة وهما يقولو لكم ايه هي موصفات الصديق الحقيقي ويبقى حلو او هما يكتبوها في القلوب الصغيرة ديت او نعمل لشكل دوائر او مسلسات بقى هما يعملوه بنفسهم اه طبعا ابداعوا انتو انا بديكو بس الفكرة وانتو ابداعوا بطريقتكو تمام طبعا دي التجان التاني اللي انا كنت قصتها اه دبل مع التاج الاولاني انا بوريكو بس لما تقصصوهم هتعملوا ايه تبدأوا وتلونوا كده على الحواف بتاعتهم تمام او طبعا لو طلبة كبار او مخدومين كبار تخليهم يعملوا الخطوة دي ساعة الطلبة بتاعة السنة تالتة يبقى صعبة عليهم ان هم يعملوا الخطوة دي فعشان كمان ما تضيعوش وقت الحسن وكنت اجهزوا الكلام ده من بدري وما اخدش مني حاجة زي من انتو شايفين انا ببتني الورق كزا تاني وبقص مرة واحدة وبعدين بلون الحواف وباكتب عليها تاج الصديق الحقيقي اه والورق التاني اللي هو التاج الكبير انا بقص قصه وبس يبقى الولاد هما اللي يلونوه ويرسموه بطريقتهم كل واحد دي يرسم صاحبه كل واحدة ترسم صاحبته وطبعا ممكن تجهزوا بقى لو في قص ولزق او فوم او كده هما بايزة وهو بطريقتهم مع المواصفات بتاعة الصديق الحقيقي اللي احنا اتفقنا عليها بعد المناشط طبعا مع الطلبة فدي طريقة سهلة انتو توصل لهم المعلومة والفكرة ازاي يختاروا الصديق الصح تمام وازاي كان داود ويونسان اصدقاء حقيقيين فعلا وتشوفوا بقى المواصفات اللي احنا قلناها للصديق الحقيقي ده هل الطبقة فعلا على داود ويونسان ولا لأ فدي هتبقى طريقة سهلة لتوصل للمعلومة في نفس الوقت تثبت انا باوريكوا طريقة تانية طبعا عشان تعرفوا تتنوا الورقة لو انتم مش بتعرف تتنوها مروحة ومش هتعرفوا تخليها متساوية بالمسطرة زي ما انتم شايفيني كده وانا بعمل وبافضلتني برضو عكس عكاس والمسطرة محتوطة في قلب الورقة تمام عشان تقدروا تطلعوهما اس واحد هي سهلة خالص مش صعب والزيادات ممكن تقصوها عادي ما فيش فيها مشكلة وبردو بعمل نفس الحكاية زي ما قلتلكم بعمل نص دايرة وبعدين زي مستطيل كده عشان يبدل الزعرورة او الحصان او الشعر بتاع البنوتة وخطين مستقيمين ميلين قصات بعض وبعدين فستين بنزل زي مثلس كده واعمل شوز تمام من الجامب كل ده احنا بنرسم بروفايل من الجامب وبعدين بقصاص بقى الحواف تي كلها ولو هتعملوها الولد النص دايرة بس من غرف واستين بقى انه يعملوا الدراع وبعدين نزلوا مستقيم مستطيل وبعدين الشوز بتاع الولد تمام وبردو بتقصوا الحواف زي ما انتو شايفيني بقى الفكرة سهلة خالص مش صعبة والولادة يتبسطوا بيها وهتوصل لهم الفكرة بطريقة سهلة جدا وفي الاخر الولاد قاعدوا يدود بعضهم التجان وكان حاجة فاني يعني وكانوا مبسوطين جدا متمنى الفكرة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وتكون فكرة سهلة وتقدروا تنفذوها في الخدمات وتنفذوها في مادة الدين المسيحي ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك لان دا بيفرق جدا في دعم القناة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير وتنسوش تعملوا اشتراك لو انتو مش مشتركين في القناة وهسيب لكم تحت في صندوق الوصف وفي اول تعليق مسبت القائمة بتاعت وسائل اضاحة بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده لو انتو ما شفتهاش هتفرجوا عليها وقولولو رأيكم لو عندكم اقتراحات سيبولي في التعليقات وهسيب لكم كمان قائمة اللي فيها شرح مادة الدين المسيحي برضو في اول تعليق وفي صندوق الوصف وكمان في صندوق الوصف وفي اول تعليق مسبت لينك قائمة لتعليم رسم الكدسين للاطفال وتنفع برضو للكبار عملنا فيها ابا نوب وابو سفين وام النور والملك مخايل ولسه كمان هنكمل الفيديو الجاي اللي هينزل فيها غريب هو ماري جرجس بتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكو بتمنى تكون الوسيلة النهاردة سهلة وجميلة وشيقة وبسيطة تقدروا تعملوها ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وما تنسوش تعملوا شير لو الفيديو عجبكو واستنوني في فيديو تاني ووسيلة تانية قريب سلواتكم باي باي